وليس فقط قامت باستغلال الأجواء هي أيضا ضربت الرادارات على الأرض التي كان من الممكن أن تلتقط هذا الاختراف وتطعط معه حتى لو لم يكن بمقدورها ولكن إسرائيل تعاطت مع هذا الموضوع لأن هناك قطر أن يتم إطلاق صواريخ من العراق أو من إيران باتجاهها لأن هذه الرادارات مربوطة أيضا بالرادارات الإيرانية فهذا كذا فعلت في سوريا وهكذا فعلت في العراق وشلت الرادارات في الأرض ولهذا تتصرفت عمليا بانتلاك يا أستاذ نظر الرادارات الإيرانية مربوطة بالرادارات الإيرانية كيف هذا؟ يقال أن هناك رادارات في سوريا وفي العراق أن أتحدث عن ما يتم تسريبه من المؤسسات الإسرائيلية للصحافة الإسرائيلية وأيضا في الغرب نشر قسم من هذه المعلومات يتحدثون عن أن هناك رادارات تخدم أيضا إيران وإسرائيل قامت بشلها حتى لا تقوم إيران بالتقاط لأن عمليا الطائرات الإسرائيلية التي نفذت الهجوم على الإيران لم تستخدم الأراضي الإيرانية ضربت من بعيد فلكي ترصدها الصواريخ الإيرانية أو الرادارات الإيرانية كانت بالإمكان طبعا أن ترصدها وتضربها وهي فوق العراق ولذلك سؤال يا أستاذ نظير بالرواية الإسرائيلية تقول أن أكثر من 100 طائرة قامت بالضربة على إيران ومن ضمنها الطائرات 1035 وأنت تعرف هذه من القاصفات العملاقة وقل أن تتواجد في دول إلا في دول محدودة موجودة مثل هذه الطائرات إيران تقول هذه الطائرات لم تدخل على أجوال إيرانية بناء على الفرضية الإيرانية هل كان صعبا على الطائرات نظرا للمقاومة الإيرانية أم أن إسرائيل أرادت ضربة محدودة من الحدود العراقية وقصفت أم أنت لك رأي آخر أولا علينا أن نشير إلى أنه لا توجد رواية رسمية في إسرائيل توجد تسريبات ينشط الصحفيون إلى أخذها وربما في بعض الأحيان توجد جهات أمنية معنية بتسريب بعض الأمور لكي تظهر البطولة الإسرائيلية بين كونسين ثانيا الأفت 35 أفت 15 وأفت 16 هذه الطائرات التي تستخدمت إضافة إلى الطائرات المسيرة الطائرات المسيرة بإمكانها أن تخترق الحدود الإيرانية من دون المشكلة وهذا لا تحتاج إلى إذن وفي حالة كهذه أيضا صعب أن تلتقطها رادارات عموما ولكن الطائرات المقاتلة أفت 15 أفت 16 لا تستطيع أن تصل إلى الأراضي الإيرانية إلا إذا أرادت أن تغامر بأن تضرب بالصواريخ الإيرانية مع ذلك إسرائيل قامت بضربة أول ضربات قامت بها في إيران هي الرادارات ومنظومة الصواريخ الدفاعية ضربت كلاهما لكي لا يستطيع أن يضربها يعني المنظومة الإيرانية إذا عملت كما هو طبيعي وبهني تستطيع أن تسقط طائرة إسرائيلية فوق الأجواء العراقية طالما هي تعتدي على الأراضي الإيرانية يعني الطائرات لم تعتدي على الأراضي الإيرانية لكن الصواريخ اعتدت اخترقت الحدود الإيرانية من العراق أو من سوريا فهذا هو التوجه العام الذي كان وهذا يفعلونه أولا بإذن من الولايات المتحدة ولكن ثانيا لأنهم اعتبروها جبهة من الجبهات التي تحارب إسرائيل ترجمة نانسي قنقر